شوارع مرسيليا هذه هي التي دفعت عمال النظافة لتعليق إضرابهم فصحة العامة أمر لا يمكن لهم المخاطرة به وإن كان ذلك لا يعني تراجعهم عن الاستمرار في التحرك الاحتجاجي سندعو لتعليق الإضراب لكي نتمكن من تنظيف مرسيليا ولكن نؤكد على مواقفنا كل القطاعات مضربة وإذا كنا علقنا الإضراب اليوم فلأننا حريصون على صحة المواطنين ولكن التزام كل القطاعات بالإضراب بدأ يشهد حلقات الرخوة ثلاث مصاف عودت العمل وفتحت مخازنها أيضا وقد يزيد العدد في الأيام المقبلة استئناف العمل في هذه المصاف أقر بعد إجراء تصويت على ذلك ومن شأنه تسهيل العقبات التي واجهت المواطنين الذين تواجهوا بسياراتهم إلى محطات الوقود في بداية الأسبوع وكانت شركات الوقود قد حاولت التخفيف من وطأة الأزمة عبر استيراد كميات كبيرة من دول مجاورة تزامنا توصلت اللجنة المشتركة لمجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان إلى اتفاق بخصوص إصلاح نظام التقاعد على أن يعرض مشروع القانون اليوم على مجلس الشيوخ للمصادقة وغدا على البرلمان نجلة أبو مرعي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر